اهلا بك في الحلقة الجامدة والمميزة دي في الحلقة دي ان شاء الله هنتعلم ازاي ان احنا نعمل شيط حسابات عملة متكامل في حساب تدخل مكان تدخل في القيود بتاعتك ومكان بيجيب لك فيه كل حساب عميل لوحده ومرتجعاته وخصوماته والصافي بتاعه ويبقى عندك كمان تقدر مراقبة لنوع الحسابات بتاعتك زي ما انت عايز وفيها شوية حاجات تنسيق شرطي هعلمه لك وازاي كيف انك تعمل زي كده رسم باني مصغر للموضوع تتفرج عليه والشيط ده هنشتاع ليه كتير ان شاء الله هندا نعدل فيه حاجة كتير قوي يلا بينا ما نضيعش وقت ونتفرج ازاي هنعمل شيط او هنعمل لحسابات العملة بتاعتنا هيبينينا كل البنات اللي احنا عايزينها المبدئية اللي هتساعدنا في شغلنا بشكل رهيب جدا وقبل ما نبدأ حابقا بفكرك ان ان شاء الله ممكن تقدم على كورسات بتاعتي كورس لتعلم للمبتدئين الكورس ده وتمهم جدا وبيتفرج جدا مع الناس خش على بتاعي وتفرج على الكورس وقدم زي ما انت عايز وشوف المحتوى بتاع الكورس هيبقى مفيد بالنسبة لك ولا لأ ويا الله بينا منضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول بص يا سيدي بقى عشان قدر نعمل بتاعنا دوت محتاجين ايه انا عملت تلات شيتات مبدئيا شيت اسمه حسابات ودوت الشيت ده اللي هندخل فيه الحسابات الرئيسية بتاعتنا او هنعمل فيه يعني او دخول بيانات بتاعتنا وعندنا شيت اسمه عمله ودوت هبقى فيه مختصر حسابات العمله بتاعي وعندي حساب اسمه عندي شيت اسمه قاعدة بيانات دوت حاطت في العمله بتوعي وحاطت في الحسابات بتاعتي وحاطت فيه انواع الحركات بتاعتي طيب تعال الاول يا سيدي نعمل ايه تعال نعمل ايه اللي بالجدول دوت كده تعال نقلبه نخليه حاجة اسمها ايه حاجة اسمها آآآ يعني يعني نيجي كده ونقيمتهم وهنروح عاملينه أيه كده ونقول له بتاعنا عنده ونروح عاملينه كده ليه عشان قدر يستهل علينا حركة كويسة جدا وفي نفس الوقت لما تيجي هتزود أي عميل جديد مثلا فلنفترض مثلا هنزود عميل اسمه آآآ مثلا الشمس مثلا وهتزود عميل تاني اسمه آآآ آآ مثلا ايه مصطفى سايب. لاحظ ان هو ايه ايه حاجة بتدخلها بتضيف لك على طول ايه في. بسهل جدا ان انت ايه كل ما تدخل حاجة يكمل لك كده تحت ويكمل لك ايه حاجتك مع الجدول بتاعك. فالجدول تيه بيكبر مع كل سطر بتدخله. طيب. نرجع للحسابات بعشان نبني الحسابات بتاعتنا. اول حاجة هنعملها ايه هندخل التاريخ. احنا طبعا لازم يكون عندنا تاريخ. طيب. تاني حاجة هيبقى ايه هنسمي مسلا ايه رقم الحركة. لو انت عايز نعمل رقم مرجعي للحركة بتاعتك. وبعد كده نوع ايه نوع الحركة. عشان هطل الحركة دي هيبناها ايه? بعد كده هندخل دائن. بعد كده مدين. بعد كده ايه عميل. طيب. تعالى ندخل كده نفترض مسلا النهاردة ايه? النهاردة مسلا اا عندي مسلا حاجة داخلت يوم واحد اا او شهر واحد. تعالى ندخل ايه? انا في التاريخ عشان اخضر ان السستم عندي هنا هنا مع النزام الامريكي فلاازم ادخل التاريخ بالشكل الامريكي. الشكل الامريكي اللي هو ايه? بيدخل. اه مش يوم شهر سنة بيدخل شهر يوم سنة. شهر واحد يوم مسلا عشرة ايه? عشرين اتنين وعشمين. عشان نحط يفهم ما ده تاريخ. بنفهم ازاي ان في ده تاريخ بتلاقي ايه المحاذة على ناحية اليمين. اي ارقام او تاريخ او حاجات زي كده بيحازي الكلام ناحية اليمين. لو انا دخلت حاجة. لاحز كده انا دخلت تاريخ تاني. مش مش بنفس الطريقة هيفهمها. دخلت مسلا اتنين وعشرين. مسلا واحد عشرين اتنين وعشرين. المفروض ده كده ايه يوم شهر سنة. لاحز ان سيفالي على ناحية الشمال. كده معناها ان فهم بص الخلية دي جانرال واكسل فهم ان ده نص. مش فهم ان هو تاريخ. على عكس الناحية فوق في اكسل فهم الواحد من دي تاريخ. هتاخد بالك ايه في الطريقة اللي انت عاملها في الجهاز بتاعك. لو انت الجهاز بتاعك عامل بتاعك على العربي. ساعتها هيه هتدخل التوريخ بالشكل العربي. انا هدخلها بالشكل ايه الامريكي كده? وانت ايه شوف اه عادة بجهاز بتاعك معمول العربي انجليزي زي ما انت شايف. تعال هندخل رقم حركة مسلا رقم حركة واحد. وهندخل نوع الحركة عنقل سم دي حركة بيع. ايه حركة البيع طبعا. اه. في حاجة سنايا هنا. احنا فقط ندخل هنا. ندخل هنا ايه نعمل كده. ونحط ايه الحساب. ده حساب ايه? هنقول ده حساب. طبعا ايه قبل بقى ما ندخل اي بيانات من عندنا. تعال بقى قبل ما ندخل اي بيانات. عشان خاطر ايه? يبقى يبقى الشكل بتاع الدخول البيانات بتاعنا يكون مزبوط. يعني ايه? يعني ما فيش حد يدخل حاجة غلط لان المعادلات هتترتب على انواع الحسابات والحركات. فممكن مسلا حد يدخل الكلمة مختلفة عن الكلمة. فبالتالي ما نيجي نعمل المعادلات بتاعتنا ما تبقاش صح. فها روح جاي اعمل الكلام ده كده هنا. روح جاي اعمل دي كده. وانزل تحت شوية كده مسلا. يعني هلو قوي كده كفاية. واروح قلب برضو ده اقول له ايه فورمات وقلبه ايه? وقلبه جدول. واقول له بتاع برضو عنده عنده رأس هوت. وادوز اوكي. جميل? كده عندنا ايه الجدول بتاعنا? طيب تعال بقى نحافز على حاجة اسمها او طريق الدخول بيانتنا. يعني البيان بتاعنا تكون دخلها بشكل محقق محدش يغلط فيها. اللي احنا بندخله بشكل متكراري هي باية هي بانواع الحركة والحساب والعميل. لان انا عندي عمل اهم معينين. عندي انواع حركات معينة وعندي انواع حسابات معينة. فنمسك واحدة واحدة كده لما نيجي في الجدول ده كده وندوس هنا بص لاحظ بيعلم لك على ايه? على الجدول كله. واي حاجة وبعد كده اي الجدول ده كل ما بيزيد اي عملية انت عاملها على العمود دوت بايه? اي سطر بيزيد الايه العملية اللي انت عاملها بتنتقل للسطر الجديد. فدي برضو ميزة من ميزات ان انت تعمل الجداول دي. طيب تعالنا بقى نروح نعمل ايه? نروح على قايمة قايمة ونروح نعمل حاجة اسمها تحقيق البيانات. نحقق ان بيانتنا دخلها بشكل سليم ما فيش حد يارف يدخها الحاجة بشكل غلط. ونقول له ونيجي على ونقول له قاعدة البيانات بتاعتنا ونيجي على الحركات ونختار ايه العمود ده برضو كده. معنا كده برضو اي حركة جديدة تخش او اي حاجة جديدة تخش اكسيل برضو هيضمها الناحة التانية. ونيجي نقول له اوكي. فبقى ايه كده احنا عندنا ايه? عندنا انواع حركاتنا هي. ولو دخلت اي حركة تانية. قص اكسيل هيرفد. بيقول لي لا ما تدخل الحركة دي مش موجودة عندنا از elephant نفس الكلام في الحساب نروح نعمل برضو نفس الحركة في الحساب ونعمل ونقول له برضو ونيجي نختار المكان قاعدة البيانات الحسابات بتاعتنا هيت ونقول له ايه اوكي نفس الكلام في ايه؟ في العميل في العمل بتاعنا. برضو نيجي نعمل هنا كده وبرضو ونروح قاعدة البيانات ونختار الايه اللي عاملة بتاعنا اللي احنا بدخلين ونقول له ايه اوكي كده انت بقى عندك اي حاجة هتخش هتبقى اي محققة بشكل صح من غير ما يكون فيها اي اختلافات او اي مشاكل فبالتالي بقى انت الدنيا عندك ايه مزبوطة طيب تعال بقى ندخل مسلا رقم حركة واحد نوع الحركة النخيمية حركة مسلا بيع الحساب هيكون حساب مبيعات حساب مسلا المبيعات حساب المبيعات بطبيعته حساب دائن بيزيد لما يكون حساب دائن فاحنا بيعنا مسلا بايه بعشر تلاف جنيه وعندنا بيعنا المين للعميل اللي هو اسمه مسلا احمد طبعا اي حركة انت عارف الحسابات لازم يكون اي حركة دائن ومدين لازم يكون في ايه بالانس يعني يكون في تساوي ما بين الحركة فحركة المبيعات دي هتسمع معنا في حساب ايه الحركة دي هتبقى حركة بكريدت فبالتالي هتسمع معنا في العملة. حساب العملة هنا هندخله بيزيد حساب مدينة. فهندخل عشر الالف جنيه دي. مايبود عشر تلاف. هنبود ان هنا هندخل عشر تلاف. وهندخل برضو ايه حساب العملة دوت هيبقى ايه احمد. يبقى انا كده ايه العميد بتاعي دخل. طيب بعد كده احمد جيه سدد لنا جزء مسلا من العشر تلاف جنيه دول. طيب. لازم انت برضو هنا في التاريخ لازم تدخل التاريخ في كل يعني الحركتين دول داخلين في نفس اليوم. فازم تدخل التاريخ عليهم كده. طيب جيه احمد بعديها مسلا بحوالي يوم حوالي مسلا تلات اربعة ايام. يوم مسلا واحد آآ شهر واحد قصد يوم مسلا خمستاشر. عشرين اتنين وعشرين. وراح ايه? وراح نقول حركة مسلا انها رقم اتنين. ونروح ايه? راح مدخل لنا. ايه? حركة دفعة. اه عمل لنا دفعة. دفع لنا دفعة. زيتها الدفعة دي هتعمل ايه? هتروح خصمة من حساب العملة وتحط في الصندوق. فنيجي كده نقول حساب العملة بتاعنا. هنيجي نختار حساب العملة هنقول مسلا دفع خمس تلاف جنيه. ماشي. وحساب الصندوق عندي هنا. اللي هو ايه زاد. بقيمة ايه? حساب الصندوق فين? اه حساب الصندوق زاد بقيمة الخمس تلاف جنيه دول. اللي هو برضو العميل بتاعه اللي هو اسمه ايه? احمد احمد. فبالتالي كده ايه? انا عندي اه حركة مبيعات دخلت. وعندي وعندي حركة حسابات عاملة ومش عارف ايه طيب جميل جدا. جي بعد كده وناخد التاريخ برضو نحطه هنا اندخله زي ما هو. جي بعد كده احمد ايه رجع لي مرتجع. هو كده عليه عشر تلاف بفوت ان هو دفع خمسة وعلي عشر رجع لي مرتجع. جي برضو في شهر واحد يوم خمسة وعشرين الفين اتنين وعشرين. وفي حركة رقم تلاتة. ونوع الحركة راح عمل لي مرتجع. المرتجع دوت. لما نيجي نبص هنقول لي حساب عندي هنا حساب ايه اسم حساب مرتجع هون. المرتجع هنا لما لما يحصل بيحصل ايه? المرتجع هنا هيبقى حساب ايه? حساب لما نيجي نبص كده نحط المرتجع ونحط تحته حساب الايه? حساب العملاء. مفوض ان حساب العملاء هينقص بقيمة المرتجع. زي ما انت شايف كده هنا في الساعة لما حساب العملاء اتدفع دفع. حساب العملاء نسبة خبس تلاف جنيه. فانا هو رجع لي ايه? رجع لي حساب العملاء هنا قص بالف جنيه. والمرتجع هيزيد بايه? بقيمة الف جنيه. فهو عمل لي مرتجع دقيمة دي. وبرده ندخل ايه? عندنا هنا العميد اللي هو اسمه احمد. فبالتالي كده هو عمل لي حركة مرتجع. في حساب اللي عمل عندي نقص بأداء بالف. وحساب ايه المرتجع زاد دقيمة الالف دي. وطبعا برضو ندخل ايه? التاريخ بتاعنا. تاريخ الحركة. المفروض ان هو يكون متساوي. فوقه تحت. عشان نغطر التاريخ كبير لنا حركة دول. او برا عن حركة واحد داخلين في نفس اليوم. جميل جدا. نيجي نبص كده. بعديها هو جي وراح قال لي ايه يوم تسعة وعشرين اتنين وعشرين. وراح قال لي ايه? وراح جينا حركة رقم اربعة وراح قال لي انا عايز خصم. يعني نديلي خصم بقى عشان خاطر ايه اصبت لك اتاني. ماشي. نديله خصم. فساعتها هنيجي برضو من حساب. شوف حساب العملاء. وعندنا تحت يبقى حساب خصم. خصم مسموح به. حساب العمل هينقص بقيمة الخصم اللي هو مسلا الف جنيه. وحساب الخصم المسموح به هيزيد بقيمة ايه? الالف جنيه دي برضو. وهو ايه برضو عندنا عميل اللي هو احب. والايه ودوت برضو. ايه التاريخ برضو نفس الكلام. حلو قوي. طب يصبنا كده جينا بيعنا بيع تانية العميل تاني مسلا في يوم شهر اتنين. يوم مسلا تلاتة. ايه الفين اتنين وعشرين. جينا في الحركة رقم خمسة. عملنا حركة بيع. وجينا ايه مبعات وروحنا عملنا مباعات مسلا بخمس تلاف جنيه. لعميل اسم يا سيدي مسلا محمود. طبعا حسابات العمل هتزيد. وحسابات العملة هتزيد ازاي? انت كده عندك ده دائن المبعات بقت دائن. حسابات العمل هتزيد بخمس تلاف جنيه لقيمة دي مع العميل اللي هو اسمه محمود. وندخل برضو ايه نفس الايه التاريخ. جميل جدا. بعد كده عندنا ايه محمود? دخل. محمود دفع مسلا دفع. نبرضو دخل نجي مسلا في شهر اتنين يوم عشرة الفين اتنين وعشرين. حركة رقم ستة. حركة ايه ضفعات. وعندنا برضو حساب العملاء. حساب العملاء ساعتها بقيمة مسلا التلات تلاف جنيه. جميل. من العميل اللي هو اسمه ايه محمود. وعندنا نفس ايه نفس التاريخ دوت. وراح جي عندنا هنا حساب العملاء ايه نيقص بالتلات تلاف. وسط حساب الصندوق زاد بالتلات تلاف جنيه اللي هو دفعهم مين محمود. طيب حلوة ايه. احنا كده عامين مندخل حركات واتفرجنا الحركات ازاي ودخلنا على كام حركة بتاعة ايه عميل عندنا. طيب تعالي نشوف بقى احنا ازاي نختصر اختصارات لطيفة ونشتغل على الكلام ده. لما نروح هنا على عملة على الجشيد بتاع العملة انا عمل هنا هعمل هنا ايه هعمل هنا العميل. وهعمل هنا المبيعات. وهعمل هنا الخصومات. والمرتجعات. والصافي. على اساس ان انت ايه ان انت لأي عميل هتبع له فانت في بابعات وفي خصومات وفي مرتجع وتبعات الصافي بتاعه كام? وبرضو هنروح جايين كده هم حاولين دوت الجدول لطيف كده نقلبه جدول ونقيمة ونقول له فرمات ونعمله جدول ونقول له اه الجدول بتاعي عنده رأس عنده هدر. مش نعمل رأس بتاعه هو ده. وندوس اوكي. وساعتها هنا ايه ما ندخل هنا العميل. طيب جميل جد. احنا عايزين ايه لما عميل يخش مسلا انا عندي انت هنا عمر. عندي عميل احمد وعندي عميل اسمه محمود. وممكن ايه وعندي بقى العملة بتاعتي بتاعتي كله. يعني ممكن امسك كده قاعدة البنات واجيب العملة بتاعتي دي كده كلها. واروح اددتها مسلا في ايه في الجاش في العملة ده كده واحطهم كده. جميل جد. طيب. احنا بعدي نشوف المباعات بتاع كل عميل. فهنعمل ايه? هنعمل معادلة معادلة شرطية اسمها بتجمع لي معادلة تجمع بناء على شرط معين. احنا عايزين نحسب المباعات لحمد. فهنعمل كده وهنروح على بتاعنا اللي هو دوت اللي هو ايه? احنا هنجمع ايه? ايه الحاجة اللي هنجمعها? لما نروح هنا على الشيط بتاع الحسابات. احنا عايزين نجمع حركة المباعات. طيب. حركة المباعات هي حركة ايه? حركة داينة. فاته هتلاقي داينة في الدائن. بزاعة هتروح كده. تختار ايه الجدول او العمود بتاعة دائن. لحظة انه هو كتب لك ايه جدول خمسة دائن. طيب. بعدها بعد ما دخل كده هيجمع هيجمع العرقام اللي هنا. طب هيجمعها بناء على ايه? بناء على اول حاجة هيجمعها بناء على الحساب. يعني اول حاجة هيجمع بناء على الحساب. احنا عايزين نجمع. هنا بص لو لاحظت هتلاقي فيه مبيعات وحساب عمرها وحسابات وحسابات عمرها دخلة هنا كتير. فانا مش عايز اجمع مبيعات وحساب انا عايز اجمع مبيعات بس. فساعتها هنقول له ايه هتجمع لي بناء على العمود اللي هنا. طيب. لاحز انه اه الحساب هون. هتجمع ايه بقى من الحساب? ايه بتاعتنا? احنا قولنا دي بتاع يعني الحاجة اللي هنجمع بناء عليها موجودة هنا. ايه هي بقى الحاجة دي? انا هسابين فصلة تانية. ونروح لقاعدة البيانات. ونقول له احنا هنجمع بناء على المبيعات. طيب ليه انا روحت لقاعدة البيانات عشان خاطر الحسابات الحاجات هنا مش هتتغير. يعني هنا الكريتيريا بتاعتي هنا مش هتتغير. انا دايما هيبقى ايه قاعدة البيانات عندي ثابتة. لكن لو اخترت كلمة مبيعات من اي حتة تانية ممكن تتغير ممكن يحصل فيها مشاكل فبالتالي انا كده بحافظ على ان بياناتي تبقى سليمة. جميل جدا. فانا كده هجمع ايه بناء على الحساب. اسم الحساب اللي في قاعدة البيانات. كميل جدا. طيب بس كده لأ احنا هيجمع بناء على الحاجة التانية. لازم اجمع بناء على العميل. يعني كده اجمع المبيعات كلها. بس انا عايز اجمع عميل عميل. فهختار تانية. هاختار تاني. ايهيفة. هنرجع تاني للحسابات. واقول له هتجمع لي بناء على العميل. طيب. هو العميل دوت هيبقى اسمه موجود فين. انا جماعة هاجمع على الا حاجة اللي هنا. بناء على اي واحد فيهم. gummy هيكون موجود فين? ساعات هنرجع لايه للشيط بتاع العمر بتاعنا? ونقول له بناء على الحاجة العميل اللي هيخش في الخلية اللي هنا دي. بس انا طبعا عشان المعادلة كبيرة فمش عارف اجيبه فسوى ما انا عارف شايف ان هو فين في ايه اتنين. يعني الخلية ايه اتنين. فاختار ساعتها خلية ايه اتنين. هكتب كده خلية ايه اتنين. زي ما انت شايف كده كتابت خلية ايه او خلية ايه اتنين اهو. واروح اقفل الكوز بتاعي. لاحز ايه اللي حصل? راح هو قابل ايه مبيعات احمد اللي هي ايه? اللي هي بعشر تلاف جنيه. لما نيجي نبص هنا في الحسابات هنلاقي ان احنا ايه طب احنا عندنا هنا كان محمود بايع. محمود هنا عامل مبيعات او خمس تلاف جنيه طب ايدي ما ظهرت لناش هناك ليه? ليه ليه مبيعات بتاعة محمود الاف الدائن. المفروض ان انا لما جيت هنا بص ايه مفروض تظهر لي. يعني المعادلة هنا مفروض تظهر لي دي. طيب تعال نشوف المشكلة جاي منين. عشان يشوف المشكلة جاي منين لحظ ان انا لما دخلت المعادلة هنا الجداول دي الجداول الاكسل بتروح مطبق لي المعادلة على الصف كله. فالمفروض انك هننزلي ما باعت محمود تنزلي هنا. تعال ان نشوف ايه ما زلتش ليه? لما نيجي نبص نقارن ما بين نقارن ما بين ايه نقارن ما بين الحاجة اللي جاية من هنا والحاجة اللي تحت هي. يعني بص بتشوف المعادلة هنا. ماشية بتراجع عليها وبع acoustية تنزل على تحت وتراجع المعادلة. لاحظ هنا ايه اه؟ لاحظ بص بقى. لاحظ الحتة آìة الخلية دي اللي هي في قاعدة اللي هي بي تلاتة اللي هي بتمثل حساب المبيعات لاحظ اول ما بنزل سطر بتبقى بي اربعة وبعد كده بي خمسة. ده معنى كده ايه? ان انا لما روح على قاعدة البيانات بتاعتي. لما رح كده على قاعدة البيانات. هلاقي ان الحساب المبيعات مويدة فين؟ تلاتة هن? بي تلاتة. فالمعادلة لما اتضربت ونزلت ايه اللي حص komme دي. فنزل لي على بي اربعة. فبقى ياخد حساب الخصم المسموح بي. والسطر اللي بقى بيه خمس فبياخد خصم المرتجع. فبالتالي احنا محتاجين نعمل ايه? احنا محتاجين ان احنا نرجع ونثبت ايه الخلية دي. الخلية دي فوت ما تتحركش. بيه تلاتة فوت ما تتحركش. فنعلم عليها كده وندوس ايه? اف اربعة. عشان نقول لكسل ما تحرك لناش الخلية دي. خلية دي لو اتحركت ايه في مشكلة. خلية ايه اتنين اللي هي هنا مفوض تتحرك معنا لان انا كل عميل هينزل سطر. فنفوض يحسب لي البناء على العميل ده. اما خلية قاعدة البيانات اللي هي العملة اللي هي المبيعات نفعش تتغير. بس هلت بندوس اوكي كده لاحز بص راح اسمع لي بقى كله لما دخلت المعادلة الجديدة سمعت لي على كل السطور بتاعتي. ولاحز ان هنا ايه اه بقى عشر تلاف ومحبوض خمس تلاف. نفس الكلام تقدر تعملها سيدي لما نيجي ندخل ايه? تعالنا ناخد برضو نفس القصة دي. وتعالى برضو وليك بقى حركة حلوة كمان. احنا عندنا هنا جدول الحسابات ده. عندنا هنا لما تبقى وقف في التاب بتاع دي مكتوب لك هنا خمسة. تعالنا نسميه مثلا حسابات. حسابات العملاء. عسان خاطر يبقى ليك تسمية او يبقى هنا داخل الحسابات او لا بلاش ده مش هبقى حسابات ده. هنا مسلا ايه? اه مسلا ايه القيود. ده يبقى جدول القيود. لاحز بقى ان انا لما اروح على العملاء كده واجعف على بص على المعادلة بتاعتي بيجاب لي هنا ايه? القيود دائن. القيود الحساب. فلما انت بتغير اسم الجدول بيتلاقيه في المعادلة ما بيباين لك كده. فبالتالي يا سيد انت بقى عندك مرجعية. انت لما بتواف كده بتبع عارف المعادلة بتاعتك جاية منين. والقيود عميل في القيود او في جدول القيود. وهنا مسلا برضو الجدول ده ممكن تسميه بدل خمسة ده تسميه بقى حسابات ايه? حسابات لازم عشان مفعش تسيب مسافات في الاسم. حسابات العملاء. فيبقى انت عندك جدول حسابات العملاء. فبالتالي يبقى انت كده من كل حاجات بتاعتك متسمية. بيبقى عندك اسم الجدول وجواء اسم العمود. حلوة بتعني حسب الخصومات بنفس الشاكلة وبنفس الكايفية. ممكن ناخد المعادلة دي كابي كده. يعني نسخة. ونروح ابتناء هنا كده ونيجي نعمل طبعا المعادلة غلط. طيب عشان غلط ليه بقى لانه هنا? احنا برضو لما نيجي نبص الخصومات دي جاي منين. نرجع للحسابات. الخصم دوت حساب الخصم. حساب الخصم المسموح به. تعالي نحط الفود دي تنزل هنا. تبقى هنا كده. يعني الفود الخصم دوت ينزل هنا. يعني ما يبقاش ايه ما يبقاش ما يبقاش في الفوق هنا كده. وفود يبقى دي قدام الخصم. نكتب دوت حركة خصم. جميل. فالخصم ده مدين. الخصمات دايما او الخصم المسموح به دايما بينزل مدين. فلما نرجع هنا لقاعدة نعمل عملة بتاعنا ونيجي ندخر الخصم الخصومات هنا. فلما نيجي نشوف الدائن. بتاعنا القيود دائن. هو ما يبقاش الايه ما يبقاش قيود دائن. فود يبقى قيود مدين. مش لازم بقى اروح اجيبها من هناك. انا ممكن اعمل ايه سي دي. انا ممكن اروح جاي كده. الحتة دي كده. وراح جاي مسح الكلام ده. لاحز انه جاب لي كل ايه? كل العواميد اللي موجودة في جدول القيود. فانا اقول له انا عايز الجدول بتاعها على المدين. وراح اقفل الايه القص بتاعه كده. والقيود حساب مضبوط. انا عايز الحساب. بس الآن مش عايز حساب بيه تلاتة. انا عايز حساب ايه? انا عايز حساب الخصم المسموح بي. فتعالا نروح نبص. الحساب الخاص من المسموح بي ده كانت في قاعدة البنان بتاعاتنا فين? الرقم بي اربعة. هنرجع تاني. انا هنا لما مسحت اه غالت نجيب ايه? عشان انا دوست كنس دوست ما دوستش انتر. فنقول له حساب المدين ونقفل. وعندنا بدأ بي تلاتة تبقى بي اربعة. وبس كل حاجة زي ما هي. الحساب زي ما هو والعميل زي ما هو. كل حتى احنا غيرنا الحساب من بي تلاتة بي اللي هو حساب الخاص من المسموح بي. وبدلا ما هيجمع لي الدائن هيجمع لي المدينة. وندوس انتر. طيب لاحزنا ان هو ما اعمل ان هو مفوض ان هو في خصومات ولا لأ ترجع كده لان انا في عندي خاصم مسموح بي داخل اللحمة. مفوض اجمع لي الخاصم المسموح بي دوت. طب ما ليه ما جمعش الخاصم المسموح بي. انا طبعا الغلطات دي بعملها ليه? او الغلطات دي مهمة ليه. عشان قدر تفاهمك ازاي ان انت لما تغلط احصل لك مشكلة ترجع تراجع على غلطك. فلازم يكون دايما متوقع ان انت دايما هتغلط دايما يكون في مشاكل. فهنا بي اربعة احنا مزبوطين بي اربعة طيب نرجع نبص هو المعادلة مش غالة ليه? فهو حساب لقيود المدين وبعد كده الحسابات بعد كده من قاعدة البيانات بي اربعة وبعد كده عميل. بعد كده العملة بي اتنين. آآ بص بقى العملة بي اتنين. المفوض ففروض ان انا سبت العمود بس ما سبتش السطر. عشان لما اخد المعادلة للجنب يبقى ايه? يبقى المعادلة بتاعتي ايه? مزبوطة. فيبقى كده انا سبت السطر. فانا مفوض ان انا هاجي هنا اروح جاي هنا كده على البي وهحاولها تبقى ايه اتنين. واحطها قابليها دولار ساين عشان اثبت العمود. يبقى انا كده سبت العمود بتاعي لما اخد المعادلة بتاعتي للجناب العمود يبدل ثابت. اما لما بيخدها لتحت العمود ما بيضغيرش. فلما دوس انتر راح بص اهو الخاص منزل اهو. كده الخاص منزل. واروح هنا برضو كده على على دي واروح مثبت الايه? مثبت العمود. حط درسين قبل العمود. ودوس انتر. فكده الخصومات بتاعتي نزل. على بقى نشوف المرتجعات. برضو ناخد المرتجع ناخد كنترول سي. ون ايه? ونروح نسخنا هنا. المرتجعات طبعا كده لكن هو انت كده اكدنا خدت لايه? خدت الخصومات. نرجع. المرتجع بتاعنا كان فين? في قاعدة البيانات المرتجع هو بي خمسة. نروح على على عملة. ونقول له لا احنا المرتجع بتاعنا بي خمسة. المرتجع ان هو نفوض ان هو ده مدينة. برضو بيخش في المدينة. المرتجعات لما تيجي تبص في مرتجع في المدينة. فاحنا مش هنغير مش هنغير المدينة. والحساب برضو عندنا. وبقى حساب بيه بقى حساب اللي هو ايه? اللي هو حساب المرتجعات. والعميل والايه? وهنا برضو لما لاحزت هنا هتلاقي ان هو ايه ايه اتنين مسبت لك مزبوط على العميل. فلما نيجي نبص بالحسابات هنلاقي ان احنا فعلا اندخلنا مرتجع بالف جنيه. وساعة هتروح جايي عالصافي وتعمل يساوي مبيعات ناقص خصومات ناقص مرتجعات وتلوس انتر فجده يجيب لك ايه الصافي بتاع كل عميل. فانت كل عميل عندك شايف له ايه? شايف الصافي بتاعه. الدنيا عندك حلو. طيب جميل جدا انت كاي شايف الصافي وشايف العميل وشايف كل حاجة. تعال بقى نعمل حركة لطيفة جدا جدا. ده كده الصافي ايه? ده صافي المبيعات. يعني ده صافي المبيعات بتاعك بعد خصوماتك وبعد مرتجعاتك. طيب ساعات يا سيدي انت دلوقتي بتدخل حسابات كتير هنا وعايز تبقى انت امرائب حركة حساباتك. عايز تشوف حساب العملة دايما تبقى مرائبه. وعايز دايما ترائب الحساب بتاع الصندوق. عايز شهر الجدول دايب الهدف ان هو جدول مرائبه. جدول مرائبه على حسابات ايه? حسابات العملاء. نكتل كده حسابات العملاء. ايه? والسندوق. والخصم. والمرتجع. فاهم? او ممكن الصندوق? ممكن الصندوق وممكن الدفعة زي ما انت عايز. يعني ممكن تشوف الدفعة الواحدة وممكن تشوف الصندوق الواحدة. على سين الصندوق ممكن يكون عليه حركة بتتخصم يعني. بس هدية نشوف الصندوق الواحد. وهنيجي هنا نكتب نعمل جادة تانية لتاسم مثلا الحساب. وهنا عندنا برضو دائن مدين صافي. وهنيجي هنا يا سيدي ونروح جمعين الدائن بتاع ايه? بتاع حسابات العملاء بتاعتنا كلها. كده ونروح رايحين برضو على الحسابات. ونجمع ايه? نجمع الدائن بتاعنا. اللي هو هنا كده العمود دوت. ونقول له بناء على كريتيرية الحساب. اللي هي ايه? حساب اللي هو انهي اللي هو حساب العملاء. جميل. ونروح ايه قفلين القوس. وديسين انتر. والمدين هنروح عاملين برضو يساوي. ونقول له هتجمع لي برضو الحسابات. هنجمع لي بقى ساعتها المدين. عندما جاءنا الدائن نجمع المدين. برضو بناء على الحساب. اللي هو اسمه. في قاعدة البيانات حساب العملاء. ونروح قفلين برضو كده. فكده بقى عندنا ايه? اه حساب العملاء هو الدائن والمدين. وسيساوي هنا انروح عاملين دائن ناقص مدين. ويطلع لك كده ايه? بحس العملاء عليهم خمس تلاف جنيه. لو انت عايز ما تظهرش علامة الناقص دي. ممكن يا اما ممكن انت في العملاء دي تحط تفهم هنا تحط ناقص ناقص او تحط ناقص قبل دي. او ممكن انت ايه يعني سبها ابرحتك او تروح عامل المدين هو لناقص الدائن. عشان حسابات العملاء عادتها بطبيعة وهيبقى دائما انحساب في فلوس. يعني حساب في فلوس على العملاء. فممكن تعكسها تخلي المدين ناقص الدائن. فيظهر لك انت كده اوه على العملاء عليهم خمس تلاف جنيه. جميل. فانت كده ايه ازهر لك رصيد العملاء بشيك بزفة مستمر. طيب تعالى ممكن تشوف رصيد بقى برضو عميل عميل. فانا ممكن ندوس هنا وندوس الرصيد. كده. وهناخد نفس المعادلة بتاعتنا هنا دي اللي احنا عملناها دي معادلة الدائن والمدين هنا بس هنعمل بقى بشكل مختلف بقى. هنعمل بسيط عشان نحسابه ازاي نساوي سام هنكتب برضو سام افس. وهنيجي برضو على الحسابات وهنقول له هتراح اعمل لي الدائن. او ساعة بقى نعملها بقى نبدأ بالمدين عشان هتراح المدين هو اللي بيبقى اكتر. بتعمل لي برضو مدين اللي هو هتجمعني المدين بناء على الحساب. اللي هو في قاعدة البيانات حساب اللي عملها. جميل? بس مش مش حساب عملها كله بقى. هتراح اعمل لي تانية. لازم يكون بناء على ايه? على العميل بقى. وانهي عميل العميل اللي احنا مدخلينه اسمه هنا. في الخلية دي. ماشي? ونروح قفلين. بعد كده نقول له ايه? نقول له بقى بس كده لقى هنبقى ناقص ناقص بقى هنطرح منها المعاملة الدائنة. انا كده عملنا الدائنة. نطرح منها المعاملة الدائنة. برضو حسابات. ونروح عاملين معاملة الدائنة. ونروح عاملين فصلة بتاعتنا الجميلة. بناء على الحساب. انا كده اخترت الدائن. صح? اه بناء على الحساب. جميل. قيود الحساب. قيود الدائن. انا كده اه بتاعي. اه كده معنا نرجع نحط. نأكد عشان احنا ممكن نكتبنا غلط. بتاعي هيكون الدائن. ايوة. بعد كده اللي بناء على الحساب اللي هو. حساب العملاء اللي في قاعدة البيانات. اللي هو بانهي عميل للعميل اللي هو بناء على العملاء اللي هو العميل اللي دخلينه الخلية دي. ونروح قفليني بقوس بتاعنا الجميل. لاحز كده ان هو جاب لي هنا اه رسيد بتاع راجل ده تلات تلف جنيه. ورسيد بتاع محمود خمس تلف جنيه. طيب هو ده بالسالب وده بالزائد. يعني هو ده دخل ده بالسالب وده بالزائد. عشان هنا حصل فيه برضو مشكلة لطيفة. وهو ان لما احنا اخترنا حسابات العملاء هنا. فيهين حسابات العملاء? لما اخترنا حساب العملاء هنا نزل لي على المباعات. عشان كده هو قدني هنا بالسالب. لانه خاصة من ما لاحظ ان هو ايه طرح المباعات من بعضيها. فطلعت لي بالشكل ده طرح الاتنين من بعض. فساعتها لازم ان احنا نسبت لازم نسبت برضو هنا. بس لما تلاحظ كده تبص فوق هنا هتلاقي ان هو كتب لك هنا الحتة اللي هي بتاعت لما تيجي تبص جوه اي واحدة منهم هتلاقي كراتيريا كتب لك الحسابات كتب لك باسم الجدول. فانا مش عايز باسم الجدول عشان خاطر ساعتها هي مش هتبقى مش هتبقى مشكلة. فساعتها هيدي ايه? ان انا روح غير الكراتيريا بتاعتي وروح على على قاعدة البيانات تاني. وروح هقول له ايه الحساب العمري ده اللي هو ايه? اللي هو في بي اتنين. فروح كاتب بي اتنين. احسن ما يجابها لي بالجدول. روح كاتب ايه بي اتنين كده وروح مسبتها بدولار ساين. واجي هنا برضو في الحتة بتاعت الحسابات دي دي واجي برضو للحسابات. راجي قصدي لقاعدة البيانات. وراح برضو كاتب بي اتنين. وروح مسبتها ايه بدولار ساين. عشان خاطر احافز على ان بياناتي تبقى مظبوطة. وساعتها دوس انتر. ساعتها بص زبطت اه. تبقى دوت عليه تلات تلاف جنيه وده عليه الفين جنيه. كل واحد كده بيان لي رسيد كل عميل. طيب في حاجة بقى حلوة اه ممكن انا عمل اقول له بص يا سيدي. ده هنا لما يكون اكبر منه. يعني اعمل لي على الخلاية دي لما يكون في رقم اكبر منه. اقول له لما يكون حساب العمل اكبر من اربعة تلاف جنيه. لو انهولي باللون الاحمر ده وتشنفها من انا انا كده ايه بديني كده قلرت ان حساب العمل كبير. وادوس اوكي. وساعتها كده حساب العمل عندي بيان ان هو في مشكلة. لو ان رحت الحسابات بتاعتي وانا عندي هنا العمل يبقين لي اه ده محمود عليه الفين. تعال نسدده. بنيجي كده هنا ونروح لاغيين الفلتر دوت. نكليل الفلتر كده. ونسدد حساب محمود. نيجي حساب محمود في شهر اتنين. يوم يوم عشرين الفين اتنين وعشرين. في الحركة رقم سبعة. راح دفع راجل راح دفع دفع. دفع دفع المين للصندوق. دفع دفع للصندوق كام? اللي هو عليه تلات تلاف. المفروض عليه كام? تعال نرجع عليه الفين. راح دفع الفين جنيه. وراح كده حساب العمل عندي. حساب العمل عندي نيس بالالفين جنيه دول. واللي هو العميل اللي هو مين? اللي هو محمود. وناخد نفس الشهر دوت وندوس انتر. لو نروح نبص كده على العمل انا هيبص رصيدة هتسادد ويبص اللون الاحمر اختفى. اللي كان هنا. فكل اللون الاحمر اللي هنا اختفى. ليه لان كده اول حد المسموح به. نقدر برضو ان احنا بنفس المعادلة دي نحسب برضو الصندوق. نعمل برضو ده النائس مدين. تعامل ده النائس مدين. يطلع لك صافي. ده النائس مدين يطلع لك صافي. ده النائس مدين يطلع لك صافي. عشان خاطر يبان لك. الخصم بتاعك اجمالي الخصم بتاعك قد ايه. اجمالي المرتجع بتاعك قد ايه. وهكزا. اجمالي خصوصات انت تنزلها. اجمالي الفروس انت محصلها. فيبنى اجمالي تحصلات. بتاعنا عشان اهضر برضو هبرها لك عشان اهضر تبقى ايه الدنيا مزبوطة. الصندوق برضو هنعمله كده. وهنروح نجمع في الحسابات بتاعتنا. عندنا هنا الصندوق. الصندوق هنا بيخل. لما تلاحز ان الصندوق ده ما بيخش ايه? بيخش اصلا من ناحية المدائن. فانت الدائن هنا مش هيعمل حاجة. بس على طول كده يا باشا. وتروح هامل راح على الحسابات وهحسب المدينة. وتقول له هنا انا على الحساب. اللي هو ايه? قاعدة البيانات اللي هو حسب الصندوق. وتروح اقافل. راح ازيب لك على طول الصندوق بتاعك داخل كام وده الصفي بتاعه وهيبقى اللي هو يساوي ده ناقص ده. على طول ايه? طلع لك كده. بس في حالة معينة ممكن تدخل فيها الصندوق بدائيا. فحالة ان انت عملت مرتجع لعميل واستلعت المبلغ ده مستندوق. فممكن يحصل ان الدائبة دائن. بس اتعلن ايه? دعا نشوف العملية دي هتبننا ولا لا. دعا نشوف الخصم. الخصم برضو لما نيجي نبص على الحسابات هنلاقي الخصم بتاعنا ايه? حساب الخصم دايما دايما مدينة. حساب الخصم بتاعنا احنا عندنا مدفين خصم واحد بس. هتلاقي دايما مدينة. بما لو ممكن برضو في حالة ان انت ردة الخصم. فممكن تبقى ان هي مش مدينة. فبقنا علينا احنا لازم احتياطيا نعمل دائن ومدين كامل. برضو نعمل ونجمع برضو الدائن مع المدين احتياطي. عشان قاطر لو في اي معاملة تانية. برضو بناء على قيض الحساب اللي هو قاعدة البيانات اللي هو ايه? اللي هو مدين. اللي هو قصدي السندوق. ونروح عاملين كده هو صفر هنا. ودوت هيساوي ده الخصم برضو. تعالي ناخد بقى المعادلة على طول كده ونحطها هنا. ونختار هنا هنا بص بي سبعة بي تمانية وهنا الحساب دوت حساب السندوق. كان حساب الخصم قصدي اللي هو بي اربعة. حساب الخصم بي اربعة. فنكتب هنا بي اربعة على طول. ماشي? والمرتجع برضو نحطه هنا كده على طول. وحساب الحساب بتاعنا هنا ايه? هيبقى بي حساب بتاعنا نشوف حساب المرتجع بي خمسة. هو حد تقولي بي خمسة زي ما هو ماشي. وناخد هنا برضو. ونحط هنا ونحط هنا وبي اربعة يبقى بي اربعة هنا. وبي خمسة تبقى بي خمسة هنا. ونروح عاملين برضو دي نروح ساحبينها كده. فبقى انا كده بقين لي ايه صفي خصماتي صفي مرتجعاتي صفي مباعاتي صفي كل الكلام دوت. ولو دخلت حركة معكوسة هنا مسلا برد حاجة بقى بقى مرتجع هتبقى لنحركات هنا. وبالتالي انت بقى عندك حساب ايه يا سيدي? حساب عملة لطيف جدا ونعمله برضو وندي له كده شكل لطيف. عشان خطر يبقى لك ايه الحاجة بتاعتك تبقى لك بشكل لطيف. فتبقى انت دايما شايف ايه حسابات العملة بتاعتك كلها صفيها كام? صندوقك ايه? الدفعة اللي انت خدتها كلها خصمات اللي انت طلعتها مرتجعات اللي جات لك كلها. فيبقى عندك صفي وعندك كل عميل هنا جاب لك رصيده والكلام ده كله. ونروح جاين يا سيدي ونروح حطين مسلا لطيفة كده حلوة. بتبين لي كده ايه كل حاجة زي ما انت شايف بالشكل ده وديها مسلا عندي ونقدر نحط لها مسلا هنا لو عايزت نحط وايها او تبين لك كده اللي انت عايزه فيبن لك هنا كده ايه المدين والدائن والصفي بتاع كل واحد فيبن لك ايه حسابات العملة بتاعتك وحسابات الخصم وكل حاجة بتاعتك تبقى باينة وبيعندك كده زي ايه شكل كويس وتقدر تعمل نفس الكلام على العملة بتوعك تبين برضو دنيتهم ممكن نعمل مسلا العملة بتاعتنا نبين لهم كل حاجة ولو انت عايزت ايه تقدر بقى انك تعمل عشان خاطر لو انت عايز تخلي الاكسس بتاعك يبين لك الصفي بس هتقفل ده كده وتدوس اوكي بس حيبين لك ايه الصفي بس بتاعتك من هنا بتحدد ازا كنت عايز تبين ايه او تخفي ايه فاحنا هنختار مسلا هيبين لنا الصفي بس يبين لك كده حسب العملة والسندوق بتاع دفاعتي والخصمات بتاعتي ومرتجعاتي وكل حاجة بينها زي ما انت شايف كده بمنتهى السوق. ملفة ان شاء الله ممكن يبقى في تحديثات كتير نعملها بعد كده في حلقات تانية ان شاء الله بإذن الله وديكم حاجات كتلوة اوي كتير ممكن نعملها به. اه دي حاجة والملف ده ان شاء الله هيكون موجود في منطقة الاعضاء لو نزلت عملت وخدت اللي هي الباقة التانية اللي هي شريك نجاح الباقة التانية دي ان شاء الله في المنطقة بتاعتها بينزل هينزل الفايل دوت لأي حد ده عادي يستخدمه او ياخده وعليك جاهز ان شاء الله بإذن الله. اتمنى الحلقة النهاردة ان شاء الله تكون عجبتك واستفدت منها بشكل كبير جدا والشيط ده ان شاء الله هيكون موجود في المنطقة الخاصة بالاعضاء اللي هو من اول الباقة بتاعت شريك نجاح وانت طالع فلو انت حابب تتفرج على الشيط ده انزل نعمل وخد الشيط واشتغ عليه زي ما انت عايز او لو انت اتعلنت الفيديو حلو فتقدر تنفزه بمنتهى السهولة ان شاء الله والشيط ده ممكن نبني عليه حاجات كتير قوي حلوة كمان في المستقبل وهنشتغل عليه في حلقات تانية كتير عشان نعمل بها حاجات حلوة وانتنساش طبعا اللايك والسبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي فاتت تشوفوا الحلقات اللي جاية واستناني كل يوم سبت وثلاثة الساعة تمانية بتوقيت مصر في حلقة جديدة نتعلم معا حلقات اللي جاية